موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشط الأخبار من تلفزيون قطر ونبدأها بالعنوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستعرض خلال اتصال هاتفي من فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية الشاب العلاقات الثنائية وآخر تطورات الإقليمية والدولية موسيقى وفي الاقتصاد وزارة البلدية تعلن تنفيذ أربعة مشاريع استراتيجية حصيلة 23 بحثاً زراعياً وحيوانياً موسيقى وفي الرياضة مع أغلاق أبواب التسجيل اليوم في برنامج التطوع في موديال كأس العالم في فا قطر 2022 عدد المتطوعين تجاوز نصف مليون شخص موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم بعد حضرته صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى جلوسه كما بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية فانواتو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده بعد حضرته صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في البلاد متمني السموه والشفاء العاجلة للمصابين تلقى حضرته صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من فخامة الفريق محمد دريس دي بي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد ترى خلال الاتصال سرد علاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها وآخر التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الأمير برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى جلوسه أبعث سمو نائب الأمير برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية فانواتو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الأمير برقية تعزية إلى فخامة رئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإضحاء الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في البلاد بتمني سموه الشفاء العاجلة للمصابين بعث مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس من السلوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة إلى دولة رئيس وزراء جمهورية فانواتو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده كما بعث مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس من السلوزراء وزير الداخلية برقية تعزية إلى فخامة رئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضحايا الفيضرات التي اجتاحت عدة محافظات في البلاد متمنيا معاليها الشفاء العاجلة للمصابين تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس ميليس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من سعادة الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية جرى خلال الاتصال استرد علاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات المفاوضات النووية إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعرب سعادة نائب رئيس ميليس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن تعزي دولة قطر في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في إيران وتمنيا الشفاء العاجلة للمصابين اختتبت وزارة الداخلية بالتعاون مع قطر الخيرية برنامج صيفك أمن وسلامة الأول من نوعه والذي نظمته مبادرة أنتمهم التابعة لقسم أمن الملاعب بإدارة أمن المشآت والهيئات برنامج استمر لمدة عشرة أيام وقام المشاركنا فيه بزيارات عدة لمختلف الجهات الأمنية والرياضية والثقافية من أجل جيل واع ومثقف وملم بإجراءات الأمن والسلامة برنامج صيفك أمن وسلامة الذي تنظمه مبادرة أنت مهم التابعة لقسم أمن الملاعب والمنشآت والهيئات في وزارة الداخلية قدم فعاليات تربوية وأنشطة تعليمية لإثلة من الشباب الطموح الراغبين بالنمو الذاتي والتطوير المجتمعي الفعاليات شهدت زيارة لعدة أماكن منها متحف قطر الأولمبي الرياضي واستاد الجنوب والدفاع المدني وغيرها من الأماكن التي قدمت لهم وابلا من العلم والمعرفة ليقتف الأطفال من كل بستان زهرة في فعالية أنت مهم شارك الهلال الأحمد القطري بتقديم ورشة في الإسعافات الأولية شلون تنقذ حياة لأن مشروعنا مشروع أنقذ حياة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وبعدين عطيتم أنا ورشة في غرس القيم شون نغرس في أبنائنا أن أنت مهم أنت لك دور في هذا الوطن وفي هذا المجتمع ودور فاعل لأنهما عياننا عماد المستقبل الأطفال المشاركوا نزاروا المرافئة والمنشآت الرياضية وتعرفوا على الملاعب المستضيفة لبطورة كأس العالم قطر 2022 كما اطلعوا على أهم التدابير والإجراءات اللازمة للأمن والسلامة في المحافلة الرياضية كانت الفعاليات من الجهات صغريبا أستاذ الجنوب والأستاذ العربي والفروسية وأماكن للصباحة والإصحافات الأولية وغطر الخيرية الأماكن اللي زرناها طبعا استفدنا من الفروسية كيفية ركوب الخيل طبعا أنا استمتعت مع زملائي كانوا مستمتعين معي مستمتعين مع بعض كان في منافسة بيننا وزارة الداخلية والقائمون على البرنامج الصيفي حرسوا أن تكون تجربة الأطفال المشاركين مزيج بين العمل الميدني والتعليم الأكاديمي بهدف وضعهم في تجربة مثلية تحاكي ما يجري على أرض الواقع هذا التجمع الصيفي احنا حابنا أن يحتوي شريحة مهمة بالنسبة لنا هي شريحة الأطفال حابنا أنهم يطلعون على كثير من المشاركات الموجودة في الدولة كثير من الفعاليات اللي صارت في الدولة في إدارات كثيرة موجودة معانا في التغطيات الأمنية ما يطلع عليها كثير من الأطفال أو حتى من الناس الموجودين من المشجعين خلال هذه الزيارات طبعا إحنا حاولنا أن نغطي أكبر عدد ممكن من الجهات الموجودة سواء كانت أمنية أو رياضية أو حتى أكاديمية بعد عجرة أيام من العمل الدؤوب اختتم البرنامج الأول من نواهي والذي يعتبر نواة تأسيسية قادمة لجين مكون من 35 طفلا يحملون على أكفهم كل المعارف الأمنية والرياضية والثقافية ليعبر جميع القائمين على التجمع الصيفي عن امتنانهم وشكرهم للأطفال المشاركين والعاملين على إنجاح هذه الفعالية عبر تكريمهم في حفل ختمي خاص نشاطها مستمرة وفيها بعد قليل أنصح الجمهور بشراء التمور فهذه فرصة يعني موسمية لا تتعوض مهرجان الرطب اقبال كبير ومنتجات عالية الجودة بمشاركة واسعة من المزارع المحلية بإمكانكم تحمل تطبيق QMC Now ومتابعة كافة القنوات والإذاعات المحلية التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام متوفر على آيو اس وأندرويد أهلا بكم من جديد يوصل مهرجان الرطب السابع تقديم منتجاته من الرطب والتمور إضافة إلى منتجات محلية أخرى ويستمر المهرجان حتى العاشر من شهر أغسطس المقبل وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الانتاج المحلي أكثر من ثمانين مزرعة محلية شاركت في النسخة السابعة من مهرجان الرطب المحلي تقدم للجمهور أجود محاصيلها محققة بذلك الاكتفاء الذاتي من الرطب والتمور على الجانب الآخر فتح قسم الشؤون الزراعية في وزارة البلدية آفاقاً واسعة أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم المحلية مثل التين والليمون جنباً إلى جنب مع الرطب في مبادرة تعد الأولى من نوعها بهدف تنظيم مهرجان مختص في المنتجات الوطنية مستقبلاً الدعم للتسويق للمزارعين من الفواكه نحن وفرناه لهم هذا ما كان دعماً لهم لتسويق منتجاتهم للجمهور يعرضون منتجاتهم لأول مرة للجمهور بشكل مباشر من غير وسيط منها أن نتحفزهم على زراعتها والاستمرار في زراعة هذه الفواكه نحن نقدم أيضاً دعم آخر من بيوت محمية مبردة من بيوت محمية عادية من أسمدة من مبيدات بشكل مجاني لإستمرارهم في الزراعة الخضروات لإكتفاء من الأمن القذائي في دولة قطر المهرجان شهد أقبالاً واسعاً من الجمهور الذي بدأ متفاعلاً مع الجهود التي تبذلها الجهات المنظمة للمهرجان بالإضافة إلى تفاعله مع المنتجات المطروحة التي حظيت باستحسان الزوار دائماً نحن كل سنة ننتظر هذا المشروع بفارغ الصبر صراحة ونفتخر بالمنتجات المحلية الوطنية هذه وأشوفها ما شاء الله كل سنة عن سنة تفرق ومميزة والله حتى مع الرطب لا ننسى التين والليمون والطماط والإنتاج المحلي هذا شيء طيب ونشكرهم عليه ونتمنى منهم أكثر بعد من كذا وللرطب فوائد غذائية متعددة إذ يحرص المزارعون على تقديم أنواع متنوعة من الرطب تتفاوت قيمها الغذائية والسكرية من نوع إلى آخر وفقاً لرغبات المستهلكين أيضاً أنصح الجمهور بشراء التمور فهذه فرصة موسمية لا تتعوض والقيمة الغذائية للتمور أيضاً القيمة السكرية في التمور ليست ضارة كالسكريات الموجودة في بقية المنتجات الصناعية وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئاً عبذاً دائماً يخلقه لفائدة والحكمة أيضاً المتغيبة وراء هذا المنتج يعني فيها كثير من الفوائد الغذائية المهرجان يستمر في تقديم منتجاته المتنوعة من الرطب المحلي والمنتجات الأخرى التي تتميز بصفات إنتاجية متميزة كونها طازجة وذات جودة عالية والآن مشاهدين الكرام إلى الجولة الاقتصادية شركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي في ورشة العمل الإقليمية الثالثة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعاصمة الأردنية عمان وذلك حول حماية 30% من البحار والمحيطات مع حلول عام 2030 وكذلك حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغلاله على نحو مستدام في المناطق الوقاعة خارج حدود الولاية الوطنية أظهر التقيق السنوي الصادر عن وزارة البلدية تنفيذ مشاريع استراتيجية تعمل عليها الإدارة العامة للبحوث الزراعية من خلال الخطة الخمسية الراهنة بما يحقق رفع الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في تقرير حديث صادر عن وزارة البلدية تم فيه كشف الخطة الخمسية الراهنة والتي تتضمن أربعة مشاريع بحثية زراعية وحيوانية تعمل عليها الإدارة العامة للبحوث الزراعية ناتجة 23 بحثاً يتم تنفيذها بناء على خطة مدروسة ومتكاملة المشاريع الأربعة والتي تضمنتها الخطة التكمن في مشروع تطوير إنتاج التمور في الدولة ويحتوي على سبعة أبحاث وتطوير المراعي وإنتاج الأعلاف ويحتوي على ستة أبحاث ومشروع رفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضروات بما يحقق الأمن الغذائي ويحتوي على سبعة أبحاث ومشروع تطوير النظم تربية المشترات الصغيرة بدولة قطر ويحتوي على ثلاثة أبحاث وأظهرت تقرير السنوي لوزارة البلدية أن إنتاج النخيل النسيجي بالنسبة لأبحاث الزراع النسيجية التي أجريت على ثلاثة أصناف من النخيل بلغ 1877 نخلة ونجحت وحدة الإنتاج التجاري في إنتاج 57112 نخلة نسيجية وبلغ عدد قطعان الحيوانات بمحطة الإنتاج الحيواني 580 حيواناً تضمانت خمسة أصناف وهي الأغنام والماعز والإبل والغزلان والمهى وعلى صعيد تطوير البراعي وإنتاج الأعلاف يعمل قسم البحوث النباتية في إدارة البحوث الزراعية على إيجاد بدائل عن المحاصيل العلفية ذات الاحتياجات المائية العالية وذلك من خلال إجراء الأبحاث والدراسات على النباتات البرية الرعوية والعلفية المحلية والمستوطنة والتي تمتاز بالتأقلمها الواسع مع الظروف المحلية منذ مئات السنين وتحملها للجفاف وذات احتياجات مائية محدودة أو قليلة نسبياً استقطب جناح دولة قطر بمعرض إكسبو في الأورياد 2022 بمملكة هولندا أعداداً كبيرة من الجمهور حيث بلغ عدد الزائرين حوالي خمسة وسبعين ألف زائر منذ افتتاحه يوم الرابع عشر من أبريل الماضي ويشهد الجناح الذي تنظمه وزارة البلدية تحت شعار عش الصحراء يشهد العديد من الانشطة والفعاليات لتعريف الجمهور بأهم العادات والثقافة والتراث القطري قام بنك قطر للتنمية بتحديث برنامج الضمانات الوطني وإتاحة طلب فترة السماح للمستفيدين الحاليين إلى ستة وثلاثين شهراً بدلاً عن أربعة وعشرين شهراً وذلك مع الإبقاء على فترة الضمان الممنوح للتمويل لمدة أربع سنوات ويأتي هذا التمديد بناء على تقييم بنك قطر للتنمية والبنوك الشركة معه لإثر البرنامج على الشركات مستفيدة في منظومة الأعمال الوطنية وهي خطوة ضمن خطوات بنك قطر للتنمية السابقة في موأمة برنامج الضمانات الوطني لحاجة رواد الأعمال المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والدولي ومن جهة أخرى أكد مصره قطر المركزي أن أكثر من سبعة ألاف وثمانمائة شركة متناهية الصغر استفادت من قرار تنظيم الرسوم المتعلقة بفتح الحساب ومتوسط الرصيد الشهري التي تتقاضاها البنوك موضحاً في ذات الإطار ضمن تغريدة على حسابه الرسمي أن أكثر من ألفين وثمانمائة شركة متناهية الصغر استفادت كذلك من القرار الخاص بتخفيض العمولات والرسوم الخاصة بنقاط البيع أعلنت قطر للطاقة عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر خلال شهر أغسطس المقبل حيث شهدت الأسعار ثبات الديزل والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز هذا وقد حددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بريالين وخمسة دراهم وسعر الجازولين 95 سوبر بريالين وعشرة دراهم للتر الواحد وسعر الجازولين 91 ممتاز بريال وتسعين درهم للتر الواحد وفي شان المتصر ارتفع موشر برصة قطر في أولى جلسات الأسبوع بواحد وتسعة عشار في المئة يسجل ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعين نقطة ونهزت قيم متداول نصف مليار ريال فيما زادت أحجام متداول عن مئة وثمانين مليون سهم نفذت من خلال أربعة عشر ألف صفقة تقريبا تشاطنا مستمرة وفيها بعد عرض الأحوال الجوية قدن السد يبدأ حملة دفاع اللقب بمواجهة المرخية وقمة بين الدحيل الوكرة في اتتاح منافسات دور نجوم كيومبي لكرة القدم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد الاخبار الرياضية حيث اختمت السبت فعالية مهرجان قطر قدوود 2022 لسباقات الخيب الذي قيم على مدار خمسة أيام على مضمار قدوود التاريخي الشهير في بريطانيا وبعاية قطرية خالصة وقد بلغ مجموع الجوائز المالية للمهرجان في مختلف سباقات أيامه خمسة ملايين ونصف المليون جنيه استرليني وجاءت نسخة العام الحالي للمهرجان ناجحة بكل المقاييس ولم يقتصر التمييز القطري على التنظيم والرعاية فقط بل وكالعادة صاحبه انتصار على أعلى مستوى من خلال فوز الفرس ليدي برينسلس المملوكة الخليفة بن شعيل الكواري للعام الثاني على التوالي بلقب قطار انترناشلال ستيكس من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة ولتحتفظ باللقب قطرية للعام الرابع على التوالي في تكييد جديد للريادة القطرية في سباقات الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والالتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن باب التطوع لكاس العالم في فقطر 2022 سيغلق اليوم الأحد وذلك بعد تسجيل أكثر من نصف مليون شخص في برنامج متطوع منديال قطر هذا وتختم المقابلات مع المتقدمين يوم الثالث عشر من شهر يغسطس المقبل تزامنا مع بقاء مئة يوم على انطلاق البطولة العالمية المرتقبة أواخر العام الجاري وذلك على ثمانية إسادات مشيدة وفق أعلى المواصفات أؤكدت اللجنة أنه من المقرر أن يشارك عشرون ألف متطوع في دعم الجوانب التشغيلية للمنديال قطر حيث سيشكل المتطوعون عنصرا محوريا وفاعلا في نجاح البطولة أعلنت اللجنة العدية للمشاريع والأرث والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن أبواب التسجيل في برنامج متطوعي كاس العالم في فا قطر 2022 ستغلق اليوم الأحد الحادي وثلاثين من يوليو وقد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا عن تسجيل أكثر من نصف مليون شخص في برنامج متطوعي كاس العالم في فا قطر 2022 بزيادة كبيرة بعدما كان العدد مائة ألف شخص في شهر أكتوبر من العام الماضي في فا أكد أن الارتفاع أو ارتفاع أعداد المسجلين في برنامج التطوع دليل واضح على الشغف والحماس مع اقتراب موعد انطلاق النهائيات المقابلات مع المتقدمي لتطوع في بمونديال قطر 2022 ستنتهي بحلول الثالث عشر من أغسطس المقبل أي قبل مائة يوم من موعد انطلاق البطولة ويمكن لكل من لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أن يتقدم بطلب عبر الموقع الخاص بالتطوع النسبة الأكبر من المتطوعين المسجلين حسب الفيفا تنتمي إلى مناطق قريبة من دولة قطر حيث بلغت نسبة الأسيويين 43% مقابل 40% من إفريقيا فيما يعد متحدثو اللغة الإنجليزية الأغلبية بين المترشحين بنسبة تناهز 94% كما تبلغ نسبة الموظفين من المتطوعين 53% فيما تصدر الشباب النسبة الأكبر من ناحية الفئات العمرية ذلك أن 42.9% من المتقدمين تتروح عمرهم ما بين 24 و 34 عاما هذا ويعد برنامج التطوع لبطولة كأس العالم الذي انطلق في ديسمبر من عام 2020 الأكبر من نوعه في عالم الرياضة حيث يسمح لكل متطوع مسجل أن يتقدم بطلب المشاركة في باقي بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم تستعد الأندية القطرية الاختتام تحضيراتها استعدادا لانطلاق منافسات دور نجوم كيو أنبي لكرة القدم المقاررة في الأول من أغسطس المقبل في موسم استثنائي يشهد استضافة دولة قطر لنهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي حرص مدرب الأندية خلال الأيام القليلة الماضية على تخفيف الحمل التدريبي بصفة تدريجية وتجهيز فرقهم لحوض مباريات الدوري في ظروف إيجابية مع مراعاة الظروف المناخية والفترة الزمنية والتي تجرى فيها المنافسات هذا العام وكانت الأندية قد رفعت في الأسابيع الماضية من جرعة تدريباتها تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية من التحضيرات وركزت تعملها على الجوانب الخططية والتكتيكية مقارنة بالفترة السابقة والتي تركزت على الجوانب البدنية وقد خضعت أندية الدوري لمعسكرة خارجية إعدادية بهدف تجهيز لاعبيها للوصول إلى أعلى المستويات قبل ضربة البداية للدوري من خلال خوض عدد من المباريات الودية التي انطلقت في المعسكرة الخارجية وتوصلت في الدوحة وتأمل جميع الأندية في بلوغ نسبة عالية من الجهزية وسعادة نسق المباريات من خلال المباريات التجربية وتسعى الأطقم الفنية لمساعدة اللاعبين على الظهور بمستوياتهم الحقيقية وتوظيف إمكانياتهم الفنية والبدنية من جانبها دشنت مؤسسة دور نجوم قطر الموسم الكروي الجديد بحضور ممثل الأندية والمسؤولين بالمؤسسة واللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة الداخلية إضافة إلى عدد من الضيوف وتم بالمناسبة تطرق إلى الاستعدادات الخاصة بدور هذا العام حيث تم طرح المبادرات والخطط لهذا الموسم الاستثنائي المرتبط بصدافة قطر للمونديال ومن أبرز هذه النقاط التي تم طرحها استخدام ملاعب بطولة كأس العالم في فقطر 2022 في انطلاق مباريات بطولة الدوري كما تم الإعلان بالمناسبة عن استخدام الرحلة الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم في فقطر 2022 في دور النجوم لهذا العام ليكون دور نجوم كيون بي من أوائل الدوريات والتي ستستخدم الكرة الجديدة وصل لعب المنتخبات القطرية تفوقهم في إطار مسابقات الفرد والزوجي وذلك ضمن فعاليات بطولة غرب آسيا المجمعة لكرة الطاولة للمنتخبات والمقامة حاليا في العاصمة الأدنية عمى فيما ضمن ثلاثة لاعبين قطريين التأهل إلى نهايات كأس الأمم الآسيوية للعبة وهم أحمد المهندي ومحمد عبد الوهاب وفاهد المغني وذلك بعد نجاحهم في التأهل إلى الدوري الربع النهائي من منافسات بطولة غرب آسيا تفوقت المنتخبات قطر السنية في مختلف المسابقات حيث تمكن المنتخب الشباب تحت 17 عاما من التأهل إلى الدوري النهائي في مسابقة الزوجي فيما تأهلت المنتخبات الرجال والشباب تحت 19 عاما والنشئين تحت 15 عاما والأشبال تحت 13 عاما إلى الدوري النصف النهائي في منافسات الزوجي أيضا أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة جولات قطر للفروسية لونجين هذاب في نسختها السادسة عن انطلاق منافسات الجولة الأولى من البطولة في الثاني من سبتمبر المقبل والتي تنظم بالتعاون المشترك بين الاتحاد القطري للفروسية والشيئة وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للبطولة التي تشمل 14 جولة على ميادين الاتحاد القطري للفروسية وميادين اللوجين في الشيئة وذلك اعتبارا من سبتمبر 2022 وتستمر حتى أبريل 2023 وتشتمل على أشواط متنوعة بارتفاعات متعددة في مجالي قفز الحواجز والترويض كما ستشمل منافسات جميع فئات الفرسان السنية وستنطلق الجولة الأولى من البطولة في الميدان الداخلي للاتحاد القطري للفروسية يوم الجمعة الثاني من سبتمبر 2022 كتاب النشرة تذكير بعنوي حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدة يستعرض خلال اتصال انهاتفيا من فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية وتابعنا في الاقتصاد وزارة البلدية تعلن تنفيذ أربعة مشاريع استراتيجية حصيلة 23 بحثا زراعيا وحيوانيا وكان في الرياضة مع أغلاق أبوه بالتسجيل اليوم في برنامج التطوع في مونديال كأس العالم كيفا قطر 2022 عدد المتطوعين تجاوز نصف مليون شخص يمكنكم متابعة البث الحيلي تلفزيوني قطر على الموقع الإلكتروني شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة